يبدو أن أبناء المهرة أمام مارثون طويل من النضال خصوصاً وأن القوات السعودية تتوسع بشكل مدروس وصامت فبعد جولات عديدة من المظاهرات والاعتصامات التي كانت عادة ما تنتهي إلى اتفاقات وتسويات سرعان ما يتم نقضها من قبل الجانب السعودي يعود أبناء المهرة مجدداً إلى ساحات الاعتصام في مديرية حوف لتكرار مطالبة القوات السعودية بتسليم المنافذ والموانئ والمطارات للسلطات المحلية المعتصمون عبروا عن رفضهم الكامل لعسكرة الحياة في محمية حوف الطبيعية مطالبين الرئيس عبد الرب منصور هادي ووزير الداخلية بحماية الاعتصام ومحذرين المحافظة والقوات السعودية من أي محاولة للاعتداء عليهم تحديات كثيرة يواجهها أبناء المهرة أهمها الدفاع عن الأرض وحماية السيادة اليمنية لكن إنجاز هذا التحدي بالوسائل السلمية هو تحدي آخر ومهم يريد أبناء المهرة كسب رهانه خصوصاً وأن القوات السعودية حاولت مراراً فرض تواجدها غير الشرعي باستخدام القوة العسكرية بالنسبة لقيادة الشرعية المتواجدة في الرياض تبدو مكتفة أو متخاذلة أمام تواجد القوات السعودية ومخططها في الاستيلاء على المحافظة وهو الأمر الذي يلقي بكامل المسؤولية على عاتق الفعل الشعبي المقاوم ومتى ما كان الشعب حاضراً فلا يمكن لإرادته إلا أن تنتصر ويدحر الطامعون ترجمة نانسي قنقر